السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم سعيدة بلوقياكم فيديو جديد البنات هذا الفيديو خفيف ضريف سنهضرون البنات اليوم على القشور تشين او الليمون او كل واحد شي يقول له إلا عندك يا اختي هذا القشور انا احتفط بهم من الفيديو اللي فاتلي ديال التشين ونوريكم واحد طريقة يا البنات تستغلوا فيها هذا التشين بكمية اللي عندكم ما تبقاوش قاعد تلوحو القشور نتعل تشين انا البنات شديت هاد القشور او تغسلته وخليتو شوية نشف وجبته كان نقطعه بحال هات شكل عشوائي مهم عادي ونقطعه الى شكل سنانف او مربعات مهم باش نقطعه كامل باش غادي ندخله الفران ان شاء الله غادي نبقى نقطع وندير عندي فهاديك اللاطا باش غادي ندخله الفران تبفض اللحظة اراني شعل الفران مخليها كي يسخن باش مين غادي ندخله عندي هاد التشين ما غاديش نجهد البوطاق غادي نخليها على نار مهيلة باش غادي نعدلو البنات بهاد القشور غادي نعدلو بودرة التشين او مسحوق التشينة كي يجنديروها البنات في ليكيك فغريبة في اي حاجة تعرفوا الريحة دياله كتحمق كتحمق ارواق قاملين انها نحكوه لانها كتحمق بودرة وانتو معارف ان هذه البودرة يقريع صغي وركاتت باع في الأسوق الكبرى بخمسة وعشرين درهم احنا غادي نعدلوها كنجيبو لتشين هادا لوغو موسيم دياله ومويمة انستعملتي هاد شي هو اللي خرجت من ذاك الوقت لحق الشي خرجو انتطحنتو واكيد فيما راني كدابة كان جيب راني كلمه وكنخلوها هاك كي ينشوف مانيش ندخلها الفران تنلم بزا باش ندخلها الفران دابا غادي ندخل عندي هادا الفران يخرج انطلاقه هاو البنات بعد ما يبسلي خليتو قاع العشية عاد غادي نطحنو يعني قدرتو تقريب معا 12 وقعد لي في الفران تقريبا 41 دقيقة حتى نشوف ولكن خليتو قاع العشية في اللاوطة بحال هاكا وغادي عاد نطحنه انو يبسلي تقريبا ملمز يعني سوفي غادي نطحنو هي في الروبو يفلبرين تعل القهوة المهم اللي عندكم والذي العطرية ومهم انا طحنتو في هادا الروبو تقدو تتكسروها على الطحنوه انا غادي نعبقه كامل هنا وغادي نطحنو كما قلت لكم غادي نعبقه كامل هنا وغادي نطحنو انا طلع لي كمية ما شي كبيرة ولكن في نفس الوقت ما عنديش هنا شي حاجة كبيرة تقريبا واحدة خمسة نطحنو اتشينات قشور نطحنت افوا مهم البنات هاوا بعد ما طحنته شوفو شنو خرج لي هادا الكمية تبارك الله نقدر بها ثلاث منيانة مرات والرائحة يا البنات خرجكه تحمق اه اه اتديرو فيه في الليكيك اتديروها في القاتو تنكه لانها داركوا عارفوا بلا كي يتباع في الاسواق يعني نستغلوا هادا الهواجب وفي نفس الوقت قدوا القشور نتعليم القارص نتعله نفس الحاجة فكتوك يخرجنا بدرة تعل حامض تهوزين بثاف نبغي ندرها في الكريمات تهوك يجي غزل بثاف ويمتمن ان شاء الله ان الفيديو اليوم يكون خفيف الضريف وتكون هاد الافادة انكم استفتوا فيها محدنا في الوقت نتعليم ونقول لكم مع السلامة حتى الفيديو شديد ولا نفعكم هاد الفيديو ما تنسوش برطة وجوه مع الاحباب ومع الاصحاب بش تعم الفائدة ان شاء الله